بعد إنجاز عدة مشاريع كالمجاري والتبليط إلا أن أغلب هذه المشاريع عصابتها التصدعات والتخسفات لعدم وجود رقابة من قبل إدارة المحافظة أو البلدية لذا فالملايين تهدر فبدل أن تخدم المواطن تكون سببا بخسارته لحياته الشارع بلطة الحكومة ما طول تقريبا أقل السنة ما طول وتفلج دحك هسا كلهم كسروا هذا قبل التشميع بخطيئة ولد همينا بسيارة انقلبه وهنا حادث ولد جاه الخطيئة رح بالنقرة همينا توفى وشارع يعني مكسر حيل سارنا كم سنة بهذا الخدم نشتغل فالشارع منتهي إذا كل يوم سارنا نقلب هنا حتى رجال ابن بصفة من انقلبة السيارة وقع عليه خطيئة توفى ابنه من وراء هذا النقرة يعني شارع تعبان حيل والناس سايد واحد يجي ويروح سيارات يعني يوميا نحن جاي نشوف الحوادث هنا مشارع دون المستوى المطلوب ومقاول همه المال للعمل وشركات غير رصينة كل هذه الأسباب أدت إلى أن يصبح أحد أهم الشوارع حيوية بهذا الشكل الذي زاد من معاناة المواطن أحكي لك بالنسبة لهذه السايدين اشتغلوا تقريبا ببكة المحافظة السابق نجم الدين الله يرحمه ما تطول تقريبا ما يغارب إلى ستة أو ثمانة أشهر الشارع خسف تماما عندك شوف غناطسك سووا خسف سووا هم خسف يعني سوء عمل رغابة ماكو المقاول يجي نصهم يشتغل نصهم بيجي بعد ما نشوفه بالنسبة لمنطقتنا حيل أسروا نفعودين يهم المستشفى الجديد مستشفى الشفاء بين عدد من المناطق كالقادسية والعسكري ودوميز وحي الأسرة مدمر كليا لذا يطالب المواطنون بمحاسبة المقاول والشركة المنفذة من كاركوك سعدون السلطان قناة التغيير